حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة قال نعم بين المغرب والعشاء حدثنا يزيد أخبرنا سليمان وابن أبي عادي عن سليمان المعنى عن رجل حدثهم في مجلس أبي عثمان النهدي قال ابن أبي عادي عن شيخ في مجلس أبي عثمان عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامت وأن رجلا قال يا رسول الله إن هاهن امرأتين قد صامت وأنهما قد كدت أن تموت من العطش فأعرض عنه أو سكت ثم عد وأراه قال بالهاجرة قال يا نبي الله إنهما والله قد ماتت أو كدت أن تموت قال ادعوهما قال فجاءت قال فجيء بقدح أو عسين فقال لإحداهما قيء فقاءت قيحا أو دما وصديدا ولحما حتى قاءت نصف القدح ثم قال للأخر قيء فقاءت من قيحا ودمين وصديدا ولحمين عبيتا وغيره حتى ملأت القدحا القدحا ثم قال إن هاتين صامت عما أحل الله وأفطرت على ما حرم الله عز وجل عليه ما جلست أحداهما إلى الأخرى فجعلت يأكلان لحوم الناس حثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن ألة تيمي قال ترأ علينا رجل في مجلس أبي عثمان النهدي فحدثنا عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وسئلا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاته بين المغرب والعشاء حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن غياث قال كنت مع أبي عثمان قال فقال رجل من القوم حدثنا سعد أو عبيد عثمان بن غياث الذي يشك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمروا بصيامين قال فجاء رجل بعض النهار فقالا يا رسول الله إن فلانا وفلانة قد بلغهما الجهد فذكر معنى حديث يزيد وابن أبي عبيد عن سليمان دراهي اشتركوا في القناة